رأينا إلى حد الآن كيف أن التربية تطورت عبر التاريخ وكيف أثرت فيها العوامل التاريخية ووجهتها وقادتها من العصور البداية إلى عصرنا الرهد ورأينا كذلك كيف أن التربية تأثرت بالأفكار الفلسفية وتطورت وتغيرت وما زالت إلى يوم الناس هذا الفلسفة التربوية تقدم لنا كثير من الأفكار المهمة إلى جانب العلوم التربوي نأتي الآن إلى الأصول الاجتماعية رأينا الوصول التاريخية ثم الوصول الفلسفية الآن الأصول الاجتماعية ونقصد بها هنا العوامل أو الركائز الاجتماعية للتربية يعني العناصر الاجتماعية التي تؤثر في العملية التربوية وهنا كما هو واضح أمامنا لدينا الأسرة باعتبارها الفاعل الأول في التربية اجتماعيين لدينا المدرسة ولدينا بقية المؤسسات الاجتماعية إذن كيف تؤثر هذه المؤسسات في عملية التربية وتوجه عملية التربية في واقع الأمر بالنسبة للأسرة طبعا يمكن أن نتحدث أنها الحاضنة الأساسية الأولية للطفل وطبعا الأسرة هنا سواء كان في تعريفها الأسرة النووية الخلوية يعني الأسرة الصغيرة أو الأسرة الموسعة فهي الحاضنة الأولية التي ينشأ داخلها الطفل وهي التي توجه الطفل وهي التي تلبي الحاجات الأساسية الأولية للطفل سواء كانت الحاجات إلى النمو الجسمي أو إلى النمو الوجداني النفسي أو إلى النمو الانفعالي أو إلى النمو العقلي أو إلى النمو الاجتماعي فالأسرة تقدم كل هذه الخدمات للطفل في البداية طبعا الطفل يتعلم من الأسرة الخبرات الأساسية الأولى للحياة يتعلم لغة العائلة يتعلم عادات العائلة يتعلم عقيدة العائلة الأسرة يتعلم كل هذه التفاصيل ولذلك نقول أن الأسرة هي الدرجة الأولى في التربية وهي ربما الدرجة الأساسية الأولى في التربية وكي نقدر أهمية الأسرة في العملية التربوية أو في تأثيرها على العملية التربوية لنتخيل طفل ينشأ خارج إطار الأسرة لا أسرة له بالمطلق يعني كيف يكون عداد ذلك الطفل لغة ذلك الطفل سلوك ذلك الطفل شخصية ذلك الطفل التوازن الانفعالي لذلك الطفل كل هذه الأمور يمكن أن نتخيلها إذا ما غابت الأسرة ستكون أمور خطيرة وأمور صعبة جدا لذلك دور الأسرة حيوي وأساسي طيب لكن الأسرة تقوم بدورها وبعد ذلك تنقل المهمة إلى من إلى المدرسة دون أن تتخلى بل بالعكس تواصل الأسرة مهامها وتأخذ المدرسة يعني جزء من هذه المهام وتواصلها يعني الاتجاهين يسيران بالتوازن على عكس العقلية الموجودة الآن التي تقوم على تخلي تماما الأسرة لما يسير الطفل بين أيدي المدرسة المدرسة سواء كانت الابتدائية أو الثانوية أو الجامعية فهي كلها تشمنها عبارة المدرسة تقوم المدرسة بأدوار تربوية أساسية وهنا خاصة التعليم مع أن التعليم ليس هو التربية التربية هي أشمل من عبارة التعليم فالتعليم هو جزء من التربية أو هو شكل من أشكال التربية وهو مهمة المدرسة مع أن مهمة المدرسة ليست فقط التعليم بل أيضا التربية أي التقطير وتعديل السلوك والتوجيه وتعليم فن الحياة وفن الوجود تعليم تلك المهارات الأساسية التي هي مهارات القرن الواحد والعشرين كما جاء في ذلك كما جاء في إعلان اليونسكو وهي ثلاث مهارات أساسية فن الوجود فن التعامل وفن الحياة الشخصية هذه مهارات نتعلمها كيف نوجد كيف نتعامل مع الآخرين كيف نكون سعداء في حياتنا هذه المهارات التي على المدرسة وعلى التعليم بصورة عامة في العالم أن يعتبرها أهدافه في القرن الواحد والعشرين تقوم المدرسة بهذه الوظائف الأساسية لكن هل أن المدرسة والأسرة هما الطرفان الفقط المهتمان أو المعنيان بالعملية التربوية؟ لا بقية المؤسسات الاجتماعية وهنا نتحدث عن مؤسسات الإعلامية مؤسسات الإعلام سواء كان صحافة مكتوبة أو مرئية أو مشاهدة أو مسموعة نتحدث عن مؤسسات الوظيفة نتحدث عن مؤسسات العبادة نتحدث عن مؤسسات الثقافية نوادي وإلى غير ذلك كل هذه المؤسسات معنية نتحدث عن مؤسسات الاقتصادية كل هذه المؤسسات هي في الواقع الآن من مؤسسات الاجتماعية وهي معنية بالعملية التربوية طيب ليست بمسؤولية المدرسة وليست بمسؤولية الأسرة ولكن لها مسؤولية في مساعدة الأسرة في مساعدة دور المدرسة حتى تقوم بأدوارها الأساسية إذن العملية التربوية هي عملية اجتماعية بالأساس عملية اجتماعية بالأساس ولا تتم إلا بالتكامل بين هذه المؤسسات وطبعا تاريخيا تطورت دور الأسرة وحتى شكل الأسرة اختلف المدرسة تطورت وشكلها اختلف وأدوارها اختلف التاريخين المؤسسات الاجتماعية الأخرى أيضا تطورت واختلف دورها وكل ذلك أثار على اختلاف التربية عبر المجتمعات وإلى حد الآن نشاهد أن التربية تختلف عبر المجتمعات رغم أن العولمة قربت المسافات وصارت العملية التربوية متشابهة في مختلف أنحاء العالم إلا أن يبقى مع ذلك هناك تميزات وهناك اختلفات تعود إلى الطبيعة الاجتماعية للعملية التربوية